انا فعلا نفسي اشوف تكريم من مؤسسة للرقص الشرقي لدينا لان فعلا دينا من الناس اللي ضحت بحاجات كتير طول الوقت وتبذل مجود كبير جدا علشان تحط الرقص بطريقة حلوة تحطه في مكانة عالية وهي متعلمة ومعها ماسترز فالنهاردة يعني هي مثال حي موجود نفسي نشوف فعلا ده وجعتي قلبي اما قلتيني ان عندي جواز من كل حتة دي اكتر حاجة وجعين الا من مص يعني من كل البلد امريكا استراليا كندا فامريكا الدنيا انا عملت فوق الاثناشر ولاية الدنيا جايزة بعالم امريكا فنلندا ايطاليا باريس المغرب الدنيا جايزة طيب دلوقتي لو سألتك امتى ممكن دينا تقول كفاية رأس لا عمري ما هقول كده لان انا بعد يعني انا ماشي دلوقتي متوازي بمرن وبدرس وبرقص داي باي داي ما عرفش امتى اكيد حبقى مش برقصه بمر اه 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 انا نكمله رأس لحد ما ممت بعد الشر بعد الشر لا لغاية ما تحسي ان انت فعلا مش قد ده طبيعي اه الرأس عامل بالزبط زي لعيبه الكورة لعيبه الكورة بيخلص ملعب بيمرن بعد ما يمرن خلاص ما بيبقاش ايدي بيوقف سألتك بقولك ايه الصعوبات بتاعت الشغلانة دي لا كتير اولا احنا كستات عاديين بنهتم بنفسنا اوبر عن اي ست تاني لا بتتحرمي من حاجات كتير اقوي اه لان احنا الفسفوسة بتبين انا عايز اقولكم ان دينا ما بتاكلش وبتشرب شربة فاكرة الشربة اه كتترجع من الشغل على شربة اه ومشان بتاك شربة اه كنت زمان ساعتها كنت باشرب شربة كوسة كوسة بالزبط طول النهار شربة كوسة شربة كوسة ده حي اه دلوقتي بطلت اكل اكل نص الاكلة تقريبا يعني انا بطلت اكل دقيق حاجات البيضة كل اه معدل السكر اللي بتاكل لسا سكر اه سكر لا مقدرش لان السكر هو اللي بيحرق لو انا مكلتش سكر مش هارف احرق ممكن اكلوا بني عسل بس لازم سكر ماينفعش من غير سكر حتى الدنيا ما تمشيش من غير سكر صعب بس بطلت بقى فراخ بيد ما باكلش سلطات لا خلاص خلاص السلطة عشان القولون الخضار عمتا بيتابلي قولون فانا ما باكلش شوك ده اعرف ما باكلش باكل بس سمك اه ولحمة رز بطاطس رز وبطاطس نشويات نشويات اه نشويات مزروعة لا ما بتتخنش بجاد؟ ليه اليابانين بيتخنوا؟ اه ده على طول بيأكلوا رز برافو عليها سمك ورز ما تتخنيش خالص دي جماعة من هنا رمضان داخل سمك ورز عشبا ما نبوزش سونيا انا بتخد الناس في رمضان يقولك ما بناكلش سمك في رمضان ليه معرفش؟ معرفش ليه؟ رغم انه هاي بروتين وكويس جدا وخفيف ويقدروا يأكلوا بيتعبوش مشاهدوا ليه